المترجم للقناة النص التاني بيقى فيه فقرة حوارية فريق الشباب للكرة الطائرة في النادي الاهلي من حوالي اسبوع فازوا ببطولة المنطقة والحقيقة كانوا بيلعبوا مع بطولة المنطقة ولكن كانوا بيلعبوا تقريبا مع الفرقتين البطل اللي هما برضو هيبقى كلاكت تاني مرة هيكون في بطولة الجمهورية أقوى فريقين في مصر الاهلي والشمس واستطعنا ان احنا نفوز تلاتة اتنين في مباراة يعني كانت صعبة لأن الشمس الحقيقة في السن ده في الجيل ده جامد قوي الاهلي فاز تلاتة اتنين في النهائي وتوجه ببطولة المنطقة النهاردة هيكون معنا المدير الفني كابتن حسام شعراوي واللاعب زياد اسامة اللي خد كأس أحسن لاعب في البطولة وايضا اللاعب اياد اهاب هيكونوا معنا في الفقرة الحوارية هنعرف منهم طبعا زروف البطولة وازاي فازوا ودائما احنا حرسين ان احنا نجيب لكم كل ابطالنا هنا في يوم الايام هنسمع اللاعبة دي اللاعبة دي بتلعب مع الفريق الاول وفي يوم الايام هتحمل الراية في الفريق الاول فلازم نكون معاهم ونشوف احلامهم وطموحاتهم وزيحقاء النجاح خاصة ان كابتن حسام شعراوي اسم كبير المدير الفني وكان لاعب وفي نادي الاهلي ومنتخب مصر فاكيد عنده الكتير اللي يقول عن فرقته ومستقبل الكرة الطائرة في النادي الاهلي فقرتنا الحوارية باذن الله في بداية اخبارنا طبعا يعني حديث الساعة وهو طبعا فوز الاستاذ العامري فاروق بمنصب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في الانتخابة اللوجرية اول انبارح النادي الاهلي الحقيقة وطبعا تم اعتماد المجلس بدون وجود الاستاذ العامري النادي الاهلي الحقيقة اصدر بيان بالامس فنت كل شيء والنهاردة ايضا اصدر بيان بالاجراءات اللي خدها النادي الاهلي في هذا الصدد خلينا استعرض مع حضراتكم البيانين البيانين الحقيقة فيهم كل شيء كل التساؤلات عند جمهور النادي الاهلي هيلاقيها في البيان البيان بتاع برحل اهلي العامري فاروق فاز بمنصب نائب الرئيس بالتسكية باللوائح والقوانين اصدر النادي الاهلي بيان رسميا يؤكد فيه على صحة الموقف القانوني العامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وجاء نص البيان كالتالي ردا على البيانات المنسوبة لكل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ولجنة الامبية المصرية والتي لم يتم نشرهم على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتم الاشارة فيها الى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتسكية بدعوة وجوب عرض امره على الجمالة الامبية القادمة استنادا الى نص المدى 43 من لقاحة النظام الاساسي للنادي الاهلي ده البيان اولا تنص المدى 43 من لقاحة النظام الاساسي النادي الاهلي على انه يفوز المترشح الحاصل على اعلى الاصوات فاذا تساوى اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المترشح الفائز واذا كان عدد المترشحين مسوينا لعدد المطلوب انتخابه ودي الحل اللي احنا فيها على وفق مقاعد مجلس ادارة او كان عدد المترشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض اسماؤهم على الجمعية الاممية لاعتماد فوزهم بالتسكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الاقل من عدد الحضري وفي حال عدد اعتماد الجمعية الاممية فوز المترشحين بالتسكية تطبق احكام المادة 41 فقرة 2 واذا كان عدد المترشحين المعلن فوزهم بالتسكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس ادارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتسكية والمدير الفني والمدير المالي او من يقوم بعملهما تتولى شؤون النادي والدعوة الانتخابات تكملية المجلس ادارة في اول اجتماع جمعية عمومية عادية ده كان نص المادة 43 وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 41 يتم ارسال صورة من محضر اجتماع جمعية عمومية للجنة الاممية المصرية الاعتماد النتائج النهائية ثانيا بالنظر الى المادة 43 من احد النظام الاساسي لنادي الاهلي التي تستند اليها كل من الجهة الادارية واللجنة الاممية لتعليق فوز السيد العملي فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية يتبين ان هذه المادة جاءت مطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لقاحة النظام الاسترشادي للاندية الرياضية الصادرة من اللجنة الاممية المصرية وكذا للعديد من لوائح النظام الاساسي للاندية الرياضية والتي منها على سبيل المثال للحصر لقاحة نادي الزهور الرياضي والعيحة نادي هيليوبلس والعيحة نادي سموحة بالاسكندرية وغيرهم من الاندية الاخرى والتي تم الاخذ بما جاء بتلك اللواحة واعلان فوز المترشحين بالتسكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التسكية فيها وقامت اللجنة الاممية والجهة الادارية باعتماد نتائج في هذه الاندية بالتسكية دون طلب عرض المرشحين على الجمعية المهمية مرة اخرى ثالثا النادي الاهلي اعتصم بصحيح حكم القانون بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين ان منصب نائب الرئيس لم يتم لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العامل فاروق وهو ما اعلن معه فوزه بالتسكية ثم تم عرض امره على الجمعية المهمية والتي انعقدت امس من خلال اللي هو طبعا بانتادر امس فبيتكلم على الجمعية المهمية امس يعني من خلال استمارة التصويت التي وفقت عليها الجهة الادارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتسكية وفق ما تنص عليه نصوص اللقاحة السلفة بانها كما ان استمارة التوصيات المشار اليها مدوم بها كتابة كتابة عند منصب نائب بن قسين لاعتماد فوزه بالتسكية وبالفعل حصل السيد العامل فاروق على تأييد اعضاء الجمعية المهمية لفوزه بالتسكية وذلك بحصوله على عدد اصوات 19.472 وهو ما يقرب من 94% من عدد اصوات الحضور رابعا يود النادي التأكيد على ان عرض امر المرشح الوحيد على الجمعية المهمية لاعتماد فوزه بالتسكية لم تنظم له لوائح الاندية السلفة في الاشارة اليها شكلا او اجراء لهذه العرض لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الاندية الممثلة وبذات الاجراءات المعتمدة من الجهة الادارية واللجنة اللومبية والتي انتهت الى حصول السيد العمري فاروق على عدد اصوات اكثر من النسبة المطلوبة خامسا الامر لا يحتاج الى لبس او تفسير او تأويل النادي الاهل يلتزم صحيح احكام القانون بشأن كافة اجراءات الجمعية العمومية للنادي المنعقدة بتاريخ 26 و 25 و 26 و 11 و 21 والدليل انه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية من السادة عضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الالومبية والمسؤولين من الجهة الادارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي والمدرك به بنوده الرئيسية اعتماد فوزة العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ ايام بذات النص المادة سلفة الذكر في الاحد نادي الزهور وهي ذات المادة الموجودة في الاحد الاسترشادية والاحد النادي الاحد وبذلك تكون وزارة الشباب ورياضة ملزمة بأعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة سادسا نؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب ورياضة بالقاهرة واللجنة الأممية أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشتفة اعتمت كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية ما فيها موقف العامل فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللقاحة ورأي الجمعية العمومية وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالف الذكرى والموقع والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشتفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة اللقاحة والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية والذي من بين بنوده فوز العامل فاروق بالتسكية سابعا عرض موقف السيد العامل فاروق على الجمعية العمومية أخرى فهو أمر مستغرب جدا ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة وفيه اعتداء على حقوق الجميع العمومية ويخالف السوابق المستقرة عليها في انتخابات الأندية وخاصة نادي الزهور ونادي هليوبلس التابعين لذات مديرية الشباب ورياضة بالقاهرة وعليه فإن نادي الأهلي ومجلس إدارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل مع الأندية الرياضية المتمثلة في المراكز القانونية وأن العمر فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتسكية طبعا توقيع النادي الأهلي وكان في مرفقات مع هذا البيان نص المادة وصورة استمارة إبداع الرأي النادي الأهلي نص المادة 45 من لائحة النظام الأساسي للنادي الزهور صورة استمارة إبداع الرأي النادي الزهور نص المادة 16 من الأحل الاسترشادية الصادرة من اللجنة اللومبية تسجيل فيديو الإعلان 94% من أصوات الحضور أو الحاضرين ده كان البيان الأول النهاردة النادي الأهلي أصدر بيان تاني وهو البيان الحقيقة في بعض الإجراءات النادي الأهلي بدأ باتخاذها عشان طبعا يضمن حقوق الجمالة عمومية والبيان كالآتي الاهلي يطلب من وزير الرياضة واللجنة المنبية اعتماد فوز العمر فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى كل من الدكتور أشف صبح وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة المنبية المصرية لاعتماد فوز العمر فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وفقا للوائح والقوانين في الانتخابات التي جريت أول أمس وذلك بعد عرض أمر العمر فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس على جمال أمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميا من الجهة الإدارية وحصل على تأييد 19.470 صوت أو ما يعادل 94% من عدد الحضور في الوقت الذي اشترطت فيه لأحد النظام الأساسي لنادي حصول المرشح الفائش بالتسكية على 25% من عدد الحضور فقط وقال النادي في خطابه أنه قام بمراجعة ومتابعة كافة الإجراءات أو كافة إجراءات الجمال أمومية منذ بدايتها إلى نهايتها مع الجهة الإدارية المشرفة على عمال الجمال أمومية بتفويت صادم من اللجنة الأولمبية المصرية كما أن النادي بادر برغبته في تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر سلفل للسيد وليد الفيل بالترشح على منصب نائب الرئيس وطلب من الجهة الإدارية إدراج اسمه في كشف المرشحين وقام بتسليم أوراق المرشح لذات الجهة بعد مراجعتها إلا أن الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قامت باستشكال على الحكم الصادر لصالح المرشح وليد الفيل في المقابل تقدم النادي الأهلي باستشكال لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر وترك الأمر الجمال الأمومية تختار من تريد لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح والتزم النادي بالاحترام الكامل لأحكام القضاء وقامت الجهة الإدارية باعتماد وختم استمرت التصويت دون اسم السيد وليد الفيل ومتضمنة بند اعتماد فوز المرشح على منصب نائب رئيس النادي بالتسكية وهو ما يؤكد على ساحة إجراءات التصويت والعرض على الجمعية العمومية جاء في الخطابين أيضا أن الهيئة القضائية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية في حضور رئيس النادي لوكبت المحمود الخطيب طبعا والجمعية العمومية قاموا باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال والتوقيع عليه متضمنا بند فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وطالب النادي الأهلي الجهتين بمبادرة النادي الحرص على تطبيق صحيح حكم القانون وإعلاء سلطة الجمعية العمومية واعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية حرصا على استقرار الأهلي في ظل الدعم الكبير من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار تلك المؤسسات الوطنية التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ده كان بيان النادي الأهلي النهاردة والحقيقة أكيد احنا كلنا ثقة طبعا في مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي إن أكيد طبعا حقوق واللوايح والقوانين النادي الأهلي أول نادي بيلتزم بيها وإحنا كلنا ثقة في مجلس إدارة النادي الأهلي إنه هيتخذ الأجراءات هيتحفظ حق طبعا أكيد الجمالة أمومية واحتراما لأصوات الجمالة أمومية وحضرها يوم أول أمس هنروح لأخبارنا النهاردة وزي ما قلت رحضركم بفكركم تاني فقرتنا الحوارية في النص التاني هيكون معنا فريق الشباب للكرة الطائرة كابتن حسامة الشعراوي المدير الفني واللاعب زياد أسامة أحسن لاعب البطولة وإياد إيهاب لاعب المميز أيضا بالفريق اللي فازوا ببطولة القاهرة منذ أسبوع تقريبا الفريق ده فيه مجموعة كبيرة جدا منضمة للفريق الأول بكيادة كابتن محمد مصالح ميدو هنقرب منهم ونبرك لهم طبعا أكيد على الفوز ونعرف طموحاتهم وأمالهم الفترة القادمة هنروح للأخبار هنبتدي بكرة اليد كابتن طريق محروس والفريق بيستعدوا أو بيلعبوا النهاردة مباراة هليوبلس في مدينة الشروق على صالة هليوبلس في مدينة الشروق المباراة ده في الجولة السبعتاشر الفرقة كتلعبت الجولة الخمستاشر والستاشر للأسبوع اللي فات فوزنا على سبورتج من نتيجة 33-32 وفوزنا أيضا على سموحة 34-22 الأهلاء عنده 43 نقطة بيتصدر الترتيب لحد دلوقتي بعد ما كسب 14 ماتش وخسر مباراة واحدة أمام نادي الزمالك فرقتنا صفوفة اكتملت بشكل كبير وبدأت ملامح خطورة والفرقة تظهر يعني بدأت لما العيبة رجعه وطبعا لأغلب العيبة رجعه بعد أن تبقى خطورة الفرقة وتظهر وتبني اللي عايز أقوله لكم أنه طبعا الفريق فاضل له مباراة واحدة مع نادي الشمس وبعد كده الدوري هيتوقف طبعا زي ما حضركم عارفين عشان المنتخب بفكر حضركم أن فريقتنا ضمنت الصعود اللي احنا بنلعب في مجموعة بعد كده هطلع ستة يلعبوا الدور اللي بعد كده احنا الحمد لله ضمننا الصعود من الستة وفيه صراع ما بين هليوبلس والبنك الأهلي في المركز السادس كل التوفيق لفريق كرة اليد ونتمنى إن شاء الله مع بناء الفريق نستمر في حصد البطلات طيب هنروح لكرة اليد سيدات وعندي حاجة بس طبعا بعد الخبر أقول لكم ثبتت بشكل كبير صحة وجهة نظرنا في أمور كتير الأهلي يكتسح منوف بدوري أمومي سيدات اليد الفريق الأول لسيدات كرة اليد بندي الأهلي بكيادة مديره الفني كابتن يحي يوسف اكتسح فريق منوف الرياضي أربعة واربعين تسعة في الجولة الترتاشر في المجموعة الأولى لدوري العمومي الماتش كانت لعب مبارح على صالة شبيني كوم بالمنوفية الفريق متأجلوا ماتشين مع الترسانة متحاد الشرطة كانوا متأجلوا بسبب الظروف الجوية السيئة فريقنا كسب كل ماتشاته اللي فاتت مع مركز شباب شيشة الأنعام ذهابوا عودة الترسانة متحاد الشرطة منوف الرياضي هلوليدو 6 أكتوبر سموحة طيران فريقنا طبعا وحامل اللقب ومش محتاجة أفكر حضراتكم كمان أن فريقنا ضمن طبعا أو يعني بشكل كبير ضمن إن شاء الله التأهل للتلاتة الكبار أنا عايز أقول لكم أن احنا لطالما قلنا مع كل أخبار السيدات أو كرة اليد السيدات أنه ما فيش أي يعني ما فيش أي استفادة لما فريق يلعب مع فريق ويكسبه فريق 40 هدف مثلا أو 50 هدف ده ما فيش استفادة ده للفريقين على فكرة يعني لو النادي الأهلي بيلعب زي ماتش زي مع مونوف كل الاحترام لفريق مونوف بس 44-9 الفرق كبير لا مونوف استفاد ولا النادي الأهلي استفاد وإحنا قلنا الكلام ده في البرنامج الحقيقة التحدي أو اللجنة المؤقتة الإدارة كرة اليد أو التحكلة اليد خد بعض القرارات كان من ضمنها بعض العقود أن يبقى فيه عقود لفريق السيدات وده أمر جيد جدا أن نبتدي بقى ندخل عالم لاحتراف للسيدات عشان يلاقي في يوم الأيام منتخب قوي زي الرجال وأول نادي وعلى فكرة النادي الأهلي من قبل هذا وهو أول نادي طبق العقود في النادي الأهلي يعني ما انتظرناش ده النادي الأهلي مطبق عقود للفريق السيدات وعقود وموقعين بسنوات وبيتم التجديد معهم في الوقت اللي هم ده مش شرط ولكن اتحاد اليد ألزم الأندية أنه لو ما وقعتش يعني أنت عشان تسجل اللعبة في القايمة لازم تكون مسجلة ومعها عقد ومعها عقد فمعنى كده أنه بيطبق الاحتراف طيب طيب كل ده تمام اللي أنا عايزة أضيفه بقى لحضراتكم اللي أثبت صحة وجهة نظرنا أن الاتحاد من السنة الجاي هيقسم الدوري مجموعتين على حسب طبعا المستويات تبقى فيه تسع فرق وتسع فرق على ما أتذكر أو تمانية وتمانية وهيبقى المنافسة أقل وأشرص وهو ده اللي قلناه يعني الحمد لله إحنا هنا في بنامج الأبطال عشان بنتابع الأمور بكثب عن قرب وعن كثب فإحنا عارفين كويس قوي الانتباعات أو إيه الكويس وإيه اللي ممكن يبقى مفيد للمنتخبات لأن إحنا هنا كل هدفنا مصلحة المنتخب ومصلحة نادي الأهل إنما إحنا بنتكلم إن ده ما فيش فيه مصلحة إن أنا أكسب فرق فرق أربعين هاد إنما لو منوف لعبت مثلا فريق زي مركز شباب شش ترق نعام هنا هيبقى فيه استفادة ممكن الماتش يطلع 25-23 هنلاقي من الفرق دي لعبات بيثقلوا نتيجة المباراة الجامدة دي وممكن ينتقل للأندية الأكبر هو ده الاستفادة إحنا بنحيي اللجنة المؤقتة للاتحاد كرة اليد على قرارهم العقود وإن هم هيقسموا الدولي من السنة الجاية مجموعتين بنهنيهم على هذا القرار وبنشكرهم لأن ده أكيد بيصب في الآخر في مصلحة المنتخب وإحنا حسين إحنا حسين وأنا عندي أخبار الحقيقة ما برداش أسبق إنما عندي أخبار إن فيه تأسيس المنتخب كرة اليد سيدات هيبقى محترم وهيبقى جهاز محترم وهيبقى الأمور هتمشي يعني هيحاولوا يعملوا نواة إن يوصلوا منتخب السيدات زي منتخب الرجال ودي حاجة كويسة ومقدرة جدا جدا كأول مجلس إدارة ييجي ياخد إجراءات حقيقية لتنفيذ ده خلينا نروح للخبر التالي معنا برضو في كرة اليد سيدات عن سندس حشان لعبتنا التونسية الدولية المحترفة في صفوف النادي الأهلي تم استدعاءها للمنتخب التونسي أعلن قائمة المنتخب التونسي أو أعلن قامته بانضمام سندس حشان واللي هتشارك في بطولة العالم اللي جاي وهتتلاقي في أسبانيا في فترة من 1-19 ديسمبر القادم قائمة تونس هيكون فيها سندس طبعا والمحترفة في النادي الأهلي واحدة من أحسن لعبات المنتخب التونسي تونس هتلعب في المجموعة السادسة مع منتخب الدنمارك كوريا الجنوبية كونو برازافيل أول ماتش لمنتخب التونس هيكون قدام منتخب الدنمارك يا ساتر يوم 2 ديسمبر اللي جاي بنفكر حضراتكم من تونس الأهلي كاسر العالم بعد فوزها ببرونزي بطولة أفريقيا اللي فاتت كل التوفيق لسندس حشان نتمنى لها طبعا توفيه في بطولة العالم وأكيد ده مكسب كبير للنادي الأهلي ترجع بخبرات هتفيد بيها النادي الأهلي خلنطع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد بالنسبة لكورة السلة في النادي الأهلي احنا يعني أو الفريق مستر جوشتي بوش واللعبين كلهم وجهاز الفني والإداري قفلوا صفحة الثلاث بطولات اللي فاتوا سواء بطولة القاهرة الفوز النبي العربية البطولة المرتبط كل ده خلاص صفحة وتقفلت وعلى فكرة ده بيمشي في نفس اتجاه سياسة النادي الأهلي ودائما تعليمات أو توجهات أو نصايح الكابتر محمود الخطيب أن اللي فات فات خلاص نقفله ونفكر في اللي جاي بدأنا في بطولة جديدة بدأنا في دور السوبر والحقيقة أنا دور السوبر على المستوى الشخص أنا مستنيه بصراحة ليه؟ لأنه ده إحنا عندنا بعد كده بطولة أو هنا بطولة أفرق أول مباراة لنا في الدور السوبر كان مع نادي القناة نادي القناة في دور الستاشر ودي فرقة محترمة جدا فوزنا على نادي القناة مبارح لابنا المباراة مبارح في صالة المقاولين العرب فوزنا 80-70 فرقتنا إن شاء الله هتلعب بكرة على صالتهم بقى تلعب بكرة على صالت بقى طبعا فريق القناة في الإسماعيلية المباراة التانية في حالة فوزنا هنتأهل لنظام الإقصائي هياخدوا 8 فرقة احنا 16 فريق دلوقتي الأول بيلعب الستاشر والتاني بيلعب الخمستاشر وكذا هيتأهل تمانية التمانية دول هما الليلعبوا دور السوبر فريق القناة أنا قلت لكم قبل كده إنه فريق محترم يعني نتيجة 80-70 لما نقل فريق القناة ينجح يحط في نادي أهلي 70 لا فريق محترم وأنا شايف إنه هو ترتيبه الستاشر ده نادي القناة ما يستحقهوش نادي القناة فريق كويس جهاز فني محترم في مجموعة من لعبين شفناه ومزنالهم ماتش على فكرة علشان قناة نادي الأهلي طيب إحنا مباراتنا بكرة نكسب نتأهل التمانية التمانية هنعمل إيه التمانية هنلعب رايح جاي يعني يعني سبعة في اتنين باربعتاشر مباراة رايح جاي وبعد كده هنترتب من الأول للتامن وبعد كده نلعب بقى خلاص دور رايح جاي نبتدي في الأدوار الإقصائية إيه الأدوار الإقصائية دي الأول لعب التامن بيستوف سري وهكذا والتاني لعب السابع وهكذا وبعد كده بيستوف فايف نبتدي من دور قبل النهاء طيب اللي عايز أقوله لكم إنه في حالة ارتياح الحمد لله في الفرقة بس عندنا إصابات يعني في رقيتنا هبقى مين كان عمل عملية إزاي ده رب يشفيه إن شاء الله بسيطة هي بحتاجة بس تمارين وتقوية العضلات البطن بعد العملية ما شاء الله واسنه صغير فالدنيا إن شاء الله مش هتبقى هيبقى سريع عندنا بعض الإصابات الزغيرة السئيلة يعني هتلاقي مهيبة عنده إصابة كده يعني خليها مش لعب مظبوط عندك نفس الكلام عمر طارق إصابات صغيرة كده بس تحس أنت ما بتلعبش مرتاح إصابة مدايقاك أنا شايف إن دي فرصة كويسة جدا إحنا تأهلنا أول تاني الحمد لله ما فيش مشكلة خالص بس فرصة جيدة إن الفرقة تريكوفر نفسها في الناحية البدنية لأنه إحنا بعد كده هنخش في الأدوار الإقصائية ما فيش بقى خلاص ده قصة تانية اللي بيخسر شكرا بتودع البطول لو ما عندكش أمل فإحنا الدور ده الرائح جاي أنا متصور إن مستر أجوستي طبعا هيبقى حريس على الفوز بس هيحاول بشكل أو بآخر إنه رايح لعبته لأنه مهم جدا إن تخش على أدوار الإقصائية وأنت كامل العدد بالإضافة طبعا للشباب اللي طالعين المصعادين والشباب اللي لسه أوساني لعبوا السنة دي مع الفريق هتصور إن شاء الله إن إحنا يا رب يا رب يعني ماشيين بخطة سبتة طيب هنروح لكرة السلة سيدات مبارح توجنا ببطولة دوري السوبر دوري المرتبط لكرة السلة بعد ما فوزنا على سبورتينج في المباراة الختمية الماتش كانت لعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى على فكرة عايز أقول لكم حاجة إنه كوبي بيست من الرجال اللي حصل إنه المرتبط فاز 18 سنة بقيادة الكابتر عامر صابر فاز بالمباراة الأولى فرقنا الكبير أو الدرجة الأولى فازوا بالمباراة خسروا المباراة الأولى ليهم ديد سبورتينج الماتش اليوم التاني أو منافسات اليوم التاني أو العودة المرتبط فاز فقد فرصة للفريق الكبير إنه شانسي تاني إنه يكسب من بارح الحقيقة شاهد تقلق عدد كبير من اللاعبات وكانوا على قادر المسئولية وبالملاسبة احنا طول المباراة تقريبا احنا اللي ليد طب مين اللي تقلق بشكل كبير نادين السلعوي اللي خدت أحسن أهدافة البطولة حطت 34 نقطة عندنا رانيم الجداوي عملت مباراة هيلة عندنا فريدة وائل عملت مباراة جيدة جدي رانيم الجداوي هي واخد كاس أحسن لعبة أحسن لعبة في البطولة فيعني يعني دا يدل إنه وأحسن روح رياضية يعني رانيم الجداوي وندين أحسن لعب والهداف أنا آسف رانيم الجداوي خدت أحسن روح رياضية اللي عايزوا ليقول لكم إنه يعني الفرقة واحدة واحدة بتاخد على بعض تخلي بالكم ما تنسوش ان احنا فقدنا ركن اساسي وعمود في الفرقة ثورية يعني فقدين عمود انت عارفين يا جماعة عاملة زي ايه ثورية يعني انت عندك بيت مبني على 4 او 5 عمدة فانت لما تيجي تهد بيت او تشيل تهد عمود او تاخد عمود منه وضع البيت بيختل شوي مش هيقع بس بيختل هو ده اللي حصل في امورات السوبر فجأة قبلها باسبوع غياب ثورية ثورية يعني يوم ما ما بتحطش بتحط 25 نقطة وحل مميز وبيلاقيلك حلول في وقت انت مش قادر تحط بسك زي طبعا قوتها الدفاعية فجأة انت شلت لعبة احسن لعبة في مصر وافريقيا وكيلوباترا النيل وقصة كبيرة دي فجأة شلتها من الفرقة الفرقة عندها سكواد يقدر يتحمل غياب ثورية ان شاء الله قد ترجع لنا بالسلامة ولكن لغاية ما لبت يقدر نفسه بتاخد وقت هو ده اللي حصل ولو تفتكروا احنا بعد ماتش السوبر في الاستوديو التحليل قلنا ان كابتنا علي هاشم قادر انه يعالج الاخطاء دي وانه الفرقة تبتدي تعدل من نفسها بمعنى يعني نادين السلعون برح حتى 34 نقطة ده مش تهدفها الطبيعي لانك بتبقى جنبها ثورية بتلاقي دي حتى 25 بس نادين فاهمت والجهاز الفني فاهم ان عشان عوض النقص بال25 بنت اللي انا بحطهم كل مباراة لازم مزيد من المجود من نادين ورانيم وفريد دوائل وفيه ادوار للفرقة كلها طبعا ما ننكرش فرقة باية الادوار يعني النهار ده نادين بكرة غيره 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 احنا بنقول على مباراة مباراة فايزا الحمد لله دي خطوة كويسة نقفل الصفحة دي ونبص على طول ان شاء الله على الخطوة اللي بعدها وهي السوبر لان ده المهم وحنا على فكرة حامل لقب المرتبط بالسنة اللي فاتت فالحمد لله فزنا به للسنة التانية على التوالي وده يعني حاجة سعادتنا جيد وان شاء الله يكونوا معنا في حلقة من الحلقات ونبارك لهم طبعا ونحتفل بيهم لانه انجاز كبير وحاجة جيدة ان انت تحول خسارتك لفوز فقل من يومين ودي كانت مباراة الحقيقة اول بطولة للمجلس الجديدة او مجلس كبت المحمود الخطيف في دورته الجديدة بس طبعا يمكن اختلف معاكو شوية ان الدورة دي تنتهي تلاتين حداشر فمعليش برضو المشيها ان اول بطولة ان شاء الله يعني انا بتكلم مع فريق الاعداد الحقيقة بس يعني ان شاء الله تويتعتبر اول بطولة للمجلس الجديد وكان انتوا طبعا اكيد حاجة تسعيدنا كلها طيب هنروح للكرة الطائرة زي ما حدقكم عارفين ان مجلس ادراجي جديد وتم انتخابه ودي حاجة تسعيدنا وكان اتحط ان الدوري لازم انطلق في شهر ديسمبر اتحطت جدول وتعامت القرى والاهلي على رأس المجموعة الاولى بدوري لجاء الكرة الطائرة طب معانا مين؟ معانا سبورتنج هليوبلس الظهور العالمين وسكندريل البترول يعني انا اتوقع المنافسة هتبقى يعني بيننا وسبورتنج وليوبلس مش هتخرج بره كده الدوري المفروضة هبتدي يوم 6 ديسمبر اللي جاي مفيش وقت والاهلي هو حامل لقب البطولة بعد انفاز على غريم التقليد الزمالي 3-0 طب ليه الدوري تعمل مجموعتين؟ لان ما عندي ناش وقت الاجابة بسيطة وصريحة لو انت عملت الدوري كله مجموعة واحدة يبقى هتلعب على رايح جاي وعدد مطشاط كتير وكلام ده كله انما انت عشان تختصر الفترة عشان تدي فرصة لمنتخب مصر بطولة العالم لازم تعملوا على مجموعتين عشان تخلص القصة لا دربة مجموعة كمان معلش نقاس دربة مجموعة وبعد كده نطلع على الادوار النهائية بأكيد ده هيختصر وقت طويل جدا الحقيقة يعني حاجة كويسة وده يعني خبرك لازم نقوله لكم عشان نبقى مضطمين على فريقنا وده تبقى فرصة جيدة ان شاء الله للفريق ومطشاط الكرة الطائرة تبقى 2 وجمعة بس خدوا بالكو ده هيبقى في معد مطشاط السلة برضو السلة تلعب 2 وجمعة يعني انا برضو ايه مستغرب يعني كان مفروض يحصل يعني استجرنج يبقى ده بعيد عن ده شوي احنا كنا زمان البسكت بلعب سبت وثلات انا اما كنت بلعب كنا بلعب سبت وثلات اختاروا 2 وجمعة عشان بس النهاردة في مشكلة الطائرة بتلعب 2 وجمعة البسكت اختار 2 وجمعة عشان البس الطائرة النهاردة بختار 2 وجمعة طب ما كده لو ايه لو في مباريتين هيبقى الجمهور الحقيقة في حيرة من الامر يتابع ده ولا يتابع بس اتتمنى على الاقل انه بقى بقى فيه وقت كافي ما بين المباريات عشان الجمهوري الاهلي يقدر يتابع طبعا فرقه هنروح لألعاب القوة وزي ما حدقكم كنت تفاكرين كان كابت ناسر داود معانا من حلقتين ناشئوا ألعاب القوة بالنادي الاهلي يتوجون ببطوة الجمهورية تحت 16 سنة فريق ألعاب القوة بالنادي الاهلي تحت 16 سنة فاز ببطوة الجمهورية واللي تلعبت من ايام على ملاعب المركز الولمبي بالمعادي فريق الناشئين حقق 16 مديليا 7 دهب 4 فضة 5 برونز والبنات حققوا 15 مديليا 7 دهب و 6 فضة و 2 برونز يتفوقوا على الولايات البنات ألعاب القوة في النادي كالعادة بتقدم مستوى متميز ومنقدر نحقق فيه أفضل نتائج طبعا زي ما حداركم عارفين وبكده نكون خلصنا أخبارنا جوى النادي الاهلي وهنروح للأخبار المحلية زي ما بنتابع فرقنا وكوادرنا وأبطالنا الرياضيين بنتابع كوادرنا أيضا الإداريين عبد الملع بن حسيني يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وده أرفع منصب وصل لأي مصري عبر التاريخ في اتحاد السلاح الدولي المهندس عبد الملع بن حسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وده في الانتخابات التي تعاملت من شوية في اجتماع الاتحاد الدولي للعبة الحسيني كان حقق 16 صوت من 20 رقم كبير احنا نتكلم في أكتر من 75% من الأصوات وده كانت أعلى الأصوات وده المرة الأولى في تاريخ السلاح زي ما قلت لحضراتكم إن حد يوصل للمنصب ده كمصري كابتل عمان بن حسيني كان فاز مبارح بأدوط المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي في الانتخابات التي تعاملت في سويسرا وحضرها توماس بخ رئيس اللجنة الأممية الدولية ألف من يوم مبروك لكابتل عمان بن حسيني ده خبر يسعدنا جدا خبر تاني يسعدنا في كوادرنا المهندس شريف أريان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث حاجة يعني تفرق أخبار جميلة المهندس شريف أريان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأممية المصرية فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث في انتخابات الاتحاد الدولي تعاملت عن طريق الفيديو كونفرنس البشمهندس شريف حصل على 53 صوت بنسبة 67% من إجمال الأصوات وده إنجاز كبير لللعبة في مصر بصراحة الرياضة المصرية بقى ليها كوادر كبيرة في كل الرياضات في الفترة اللي فاتت وده حاجة كويسة جدا وقوة نعمة لنا في تحت الرياضية وخلينا أقول لكم إن ده إنعكاس طبيعي تاني لما الدولة المصرية رأت إنها تنظم بطولات على أرض مصر تقريبا 21 بطولة عالمية تنظمت على مدار السنة الموضوع ده كان أكبر داعم لكوادرنا خليتنا كل الدول العالم تيجي هنا ويشوفوا النهضة اللي بتحصل في مصر فلما ينزل واحد مصري أو الشخصية مصرية أو رئيس الاتحاد ينزل على منصب عارفين هو جاي من إيه جم شافوا مصر وشافوا النهضة اللي بتحصل في مصر فإذن بالتالي لما يدي صوته المصر هو عارف إن هذا الشخص يستطيع أن يقود ومش كده بس لأ وحققنا نتائج يعني أخو ماس الحديث ده حقق نتائج السلاح حقق نتائج يعني مش بس تنظيم تنظيم ونتائج نتمنى أن التجربة دي تعم في كل اتحادات نتمنى إحنا مش يعني السلاح أو الخمس الحديث باقي الاتحادات مش أقل منهم طب بالطبع الكاراتي وبالطبع اتحادات تانية زي ريشة الطيرة فيه غيره وغيره اتحادات نجحت في تحقيق إنجازات وتنظيميا في تنظيم البطولات ليه بقيت الاتحادات نتمنى أن العدوة الحلوة دي والعدوة الحميدة دي تنتشر وسط الاتحادات ونلاقي دايما مصر في الالأمام لأن الحقيقة احنا نستحق ده عندنا كوادر احنا دولة المئة وعشرة مليون نستطيع نستطيع وعندنا استقرار وبنية تحتها نستطيع أن احنا نتصدر المشهد الرياضي وده اللي بيحصل دلوقتي بإذن الله قبل ما طبعا ما نروح لفاصل بس في خبر عايز أقول لحضراتكم عن عمر عصر عمر عصر لعبنا طبعا المحترف في أو اللي هو كان المحترف في فرنسا ورجع إلى النادي الأهل السنة دي كان بلعب بطولة العالم الحقيقة أو لم يوفق أمر طبيعي أو أمر عادي أن أي لعب ما يوفقش لأنه يعني بيبقى ممكن يعني مش متوفق خلاص الدنيا تمام خلاص ماشي الجميل أنه هو نزل اعتذار الحقيقة الجميل أنه نزل اعتذار لجمهوره وده احترام منه لجمهور النادي أو جمهور مصر جمهور متابعة لتنس الطولة خلينا نشوفه قال إيه قال الحمد لله دائما أبدا بطولة غير موفقة ليه بعد الخسارة ضد لعب كوريا الجنوبية وخسرتنا في زوج المختلط ضد الهند الخسارة وضحت حاجات كتير أهمها أننا لم نعد لعبة شهيدة الله عليك كلام حلو زي زمان ناس كتير غاليين أو غاليين علينا بيتابعونا وبتدينا من وقتها ومجهودها وبتصهر عشان نتابع مبارياتنا حتى لو فرق التوقيت بيوصل أحيانا لعشر ساعات الناس دي حقاها علينا أننا نتعب ونجتهد ونكون قد المسئولية كمان حقاهم علينا أننا نعترف بالتقصير برافو عليك عمر عشان كده أنا حابب أشارككم أني كنت مقصر في الإعداد لبطولة العالم بشكل كبير أنا اديت الأولوية لمبارات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا اللي أكمت في روسيا مؤخرا وده أدى إلى ضياع وقت وجهد مهدر في السفر كان يفضل استخدامه لإعداد الفني والبطولة العالم أنا بعتذر عن ذلك وجاري تعديل خطة إعداد البطولات اللي بمثل فيها مصر وهي الأهم برافو 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 الكلام ده يدرس أهم من الفلوس وأهم من الأندية وأهم من أي شيء تاني كمان حابب أشارككم أن الحد 48 ساعة قبل السفر لأمريكا لم نحصل على التأشير وحصلنا عليها في آخر لحظة من دبي وده أهضر وقت كبير وجهد وهي دي الصورة الكاملة لبطولة العالم حلال أنا فخور بصديق النيجيري أرونة كوادري لوصول الربع النهائي وده بيدينا أمل كبير إننا نقدر نوصل لأعبد من كده شكرا لدعواتكم وحبكم لتنس الطولة خلينا أقول لكم الكلام ده ينوم لعمر عصر خد خمس أولمبياد الشخصية دي الشخصية اللي بيحاسب نفسه قبل حد ما يحاسبه واللي عنده اسم مصر هو الأهم يقول لكم ليه هو خد خمس أولمبياد أنا حبيت أقرى ده عشان الشاب الزغير يسمع لعيب بقيمة عمر عصر حاطت اسم مصر أهم من الفلوس وأهم من الدوري وأهم 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 وبيوعد جمهوره إن الفترة اللي جاية أنا بإذن الله نظرتي للإعداد للبطولات هتخالف وأحط دايما لو عندي بطولة مع المنتخب جاية كلام واضح هيديها الأولوية حتى لو جاه على حساب مشاركته مع فرقه الأوروبية أو فريقه مع النادي الأهلي ونعكس عليه مدية لازم كنا نقول ده وبنحييك من هنا عمر وبنتملك كل التوفيق ولازم بعدها عندنا حق الثقافة دي أنا مقصر أنا آسف ما فيش مشكلة أنا حسن في اللي جاي مش لازم أحط مبررات إن أصل فلان أصل ألان أصل حصل أصل سوى أصل 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 أنا مقصر طب أنا كنت المفروضة أعمل كده هتقول لي مبرر أقولك أنت كنت ممكن تتغلب عليه إزاي فإذن ثقافة إحنا مفتقدينها في مصر ومش مفتقدينها في الرياضة بس مفتقدينها حتى في الكواد الرياضية إلا طبعا مجموعة كبيرة طبعا عندنا في مصر عندهم الموضوع ده وعندهم حتة إن هم دايما بيكونوا صرحة ما نفسهم في الكوادر شفنا مواني الشيف العريان شفنا عبد الملم الحسيني في السلاح يعني شفنا أسامي كبيرة بدأت ككوادر نتمنى الموضوع ده والعادة أنا بجيب لكم أخبار كلها بسطف عشان تشوفوا أدي أبطالنا وإدي نجومنا وتبقى دي القدوة لين هنطلع لفاصل عشان نستقبل نجوم فريق الشباب اللي هيكونوا معنا زياد إهاب وهيكون معنا كمان زياد إسامة وإياد إهاب هيكونوا معنا بعد الفاصل هنعرف منهم كل شيء هنعرف اللي حصل عليها إزاي مطش الشمس 3-2 في النهاية حصل إزاي انتظرونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد اللي ما تفركش علينا في الإنترو فريق الشباب لكرة التغيرة في النادي الأهلي فاز ببطولة القاهرة الجميل أنه كان بلعب مع نادي الشمس في الفاينال نادي الشمس على فكرة هم أقوى فرقتين في مصر يعني هنلاقي إن شاء الله هذا الفاينال برضو في بطولة الجمهورية فهي تعتبر بطولة جمهورية هو اللي هيزيد علينا طبعا أنديت الجيزة وأنديت إسكندرية الفرقة طبعا مش بس كسبة البطولة لأ عندنا حصدنا كؤوس يعني خدنا أفضل لاعب وأفضل ضارب يعني خدنا بعض الكؤوس الشخصية بالنسبة للعيد هروح ديوف أراحب بهم في البداية براحب بزياد أسامة أفضل لاعب في البطولة ألم بيك زياد منورنا وألف مليون مبروك على الكأس البطولة وعلى الكأس الفردي معنا كابتن الفريق وأفضل ضارب في البطولة إياد 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 إزاكي إياد وألف مليون مبروك أيضا الكأس البطولة والكأس الخاص طب أقول لي هروح لإياد أنت كابتن الفريق طبعا ولازم نبتدي بيك البطولة ما كانتش سهلة ومطش الشمس خرص ثلاثة 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 المطش كان ماشي إزاي كنت أقلعين منه يعني همنا المطش النهائي اللي حصل فيه وإحنا كنا عارفين من الأول أنه يبقى مطش صعب طبعا لأن إحنا كلما نحرر سنية اللي هي تبقى ألف وثلاثة ثلاثة ثلاثة هم كانوا كذب شرط الأولاني ولكن إحنا خدنا الثاني فرق سكور مثلا أكثر 15 بنت 25-10 مثلا أو 8 وشرط الثالث إحنا كنا فرقين من أول شرط طيبا من فرق 5-6 بنت لحد ما وصلنا خلاص 24-19 أو 20 سورة 5-6 وقات وربعة مش عارفين نجيب بنت يعني ده برضو سوق توفيق وسوق حظ وشدت الفاينل فقط كانت لحظة صعبة طبعا بالنسبة لنا خسرنا اثنين واحد أه بأكيرا خدنا الحمد لله شرط الرابع بسهولة برضو فرق مثلا مثلا 7-8 بنت وشرط الخامس برضو خدناها بسهولة والحمد لله يعني كسنو البطولة الحمد لله بس أنا شفت كان فيه فرحة جامدة وعايزين تعمله شوية ساسفينس بس شوية شوية التشويق في البطولة أنا شفت الصور وشفت اللي كانت فرحين جدا وكان فيه حلب الصعب لأنها صعبة لأنها برضو البطولة يعني يعني مش في مطشا كل كثير صعب لأن قبلها كان في مطشا كثير صعب ما أنا عايز عرب بقى مع زياد انتا زياد خدت زي ازاي او وصلته زي الفاينل احنا الميزة الفرقة دي اللي احنا دايماً عم نعرف نعاباد يعني مهما جي علينا مطشين ثلاثة كنا بنبقى خسرانين يعني أشواط ينواط وبنعرف في الأخير كمين يعني لعبنا مين قبل الشمس لعبنا مثلا في قبل النهاية وادي ديجلة وكانوا كل جيم هم اللي بيبدأوا علينا لحد الآخر ونبدأ احنا نجيبهم ونكسب خلص ثلاثة واحد في دور قبل النهاية وجي في دور نهائي لعبنا مصر البترول كنا برضو خسريني اثنين واحد وقدرنا نجيب ونكسب الجيم والشمس كذلك خسريني برضو بس خلي باكد انتو غاويين شوية اصارة يعني انتو كده خلي في موطعة شوية بس شوكو شوية بدي الميزة لو كانت فينا يعني لحنا عن بيت الفرق اللي احنا بنقدر بخسريني نقدر نعوض ونعرف اللي احنا نكسب فهي دي كانت الميزة طب الشمس لعبت مين في قبل النهاية الشمس لعبت وادي ديجلة لا انتو لعبت وادي ديجلة لا لا احنا لعبنا مجموعة ماتشات مجموعة ماتشات مش قابل ان اي مش بلاي اوفز زي دوري من مجموعتين انا بتغربت احنا بادي ديجلة احنا في مجموعة موضوع كان صعب شوية طب يا رأيكم احنا عملنا تقييد عن البطولة وعن انجازاتكم فيها عزيزي مشانين خلينا نشوف التقييد عن بطولة الكاهيرة وجاء حضركوا تلك نجح فريق شباب الكرة الطائرة بالنادي الاهلي تحت 19 سنة بقيادة مديره الفنية حسام شعراوي في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على جميع المنافسي سواء في الدور الاول التمهدي او الدور الثاني او الدور النهائي واستطاع الشياطين الصغار الهيمنة على البطولة واكتساح جميع المنافسين بالرغم من صعوبة البطولة وقوة الفرق المشاركة بها واستهل المارد الاحمر مشواره في البطولة بالفوز على صيد القطامية بثلاثية نظيفة وتبعه بالفوز على وادي ديجلة بنتيجة 3-1 قبل ان يفوز الفريق على هليوليدو بنتيجة 3-2 ثم اكتساح ابناء القلعة الحمراء فريقي الطيران والزهور على التوالي بنتيجة 3-0 ثم انتقل الفريق لخوض منافسات الدور النهائي واستطاع الفوز مجددا على هليوليدو ووادي ديجلة تباعه بنتيجة واحدة هي 3-1 ثم انتزاع الفوز امام مصر للبترول بنتيجة 3-2 قبل ان يعبر الفريق عقب تطلائع الجيش بثلاثية نظيفة فيما كان النهائي امام نادي الشمس واستطاع الشياطين الحمر التتويج باللقب بعد لقاء ماراثوني استمر لخمسة اشواط واقيم على صالة رقم ثلاثة باستاذ القاهرة الدولي واغلق الفريق صفحة الاحتفالات بمجرد التتويج باللقب وبدأ الاستعداد لحصد لقب بطولة الجمهورية زياد يعني انت موليد 2003 فانت تعتبر من الصغارين في الفرع صح؟ تمام وبتلعب مركز اتنين عندي معلومات مضموطة تمام طيب انت مسلك مين؟ عايز تبقى زي مين في المركز ده؟ زي كابتن احمد صلاح طبعا يعني كله عارف كده كله عارف كده ما فيش معلنا بسأل السؤال ده لاي حد في مركز اتنين ما بيترددش ثانية كله طبعا كابتن احمد صلاح اسطورة يعني طبعا صحيح طب انت لعبت بتوت افريقيا اللي فاتت؟ لا دي تلاغت احنا ما شاركناش فيها عشان تلعفينها حالات كورونا في المعسكر الاخير ده كان فيه كان المعسكر هنا ببين في قبل المسح اللي قبل الصفر قبل الصفر كان فيه لك كان الولاد فيهم واحد وكان معنا برضو الناشئات كان فيهم تمانية غزوما البينات هم اللي كان فيهم من جهاز واروحتوش كاد في نيجيريا باين؟ كاد في نيجيريا اوه انا فاكر صحيح وعتذر انا فاكر صحيح وعتذر انا فاكر صحيح وعتذرنا يصير طبعا اسطورتنا الكابتن احمد صلاح اه طبعا الكلنا مش انت بس انا كمان عايز بازايه ما شاء الله اسطورة كبيرة جدا جدا يعني او حاجة تشرف يعني مركز اتنين خلي بالك يعني من المركز المهمة جدا وماشاء الله لما شفتك ماشاء الله انت طويل انا افتقرتك خمسة يعني حاجة بلوكر يعني حاجة محترمة طب الطول ده بيساعدك شايف ان ده ميزة كويسة ان المركز اتنين يبقى طويل يعني احمد صلاح طويل اه بس مش الطول الفارع يعني شايف الطول في مركز اتنين بيفيد او لا لا؟ اه هو بيفيد يعني طبعا بس اما حاجة المهارة يعني غير الطول مهارات زي سرعة الضرب توقيت ضربه وتجهة ضربه والبلوك بتاعك ده بيبقى اهم من الطول يعني بكتير يعني اه شايف ان ده اهم بكتير من انت يعني تبقى مجرد بس طويل اه بالزبط طب قولي قولي يعني انت بتتعت مرة مع الدرجة الاولى صح؟ اه شاركت حاجة السنة اللي فاتت معهم اه شاركت معهم في الدوري اه لعبت ماتشات ايه؟ لعبت ماتش هليليدو السنة دي بدأ انا معهم ماتشات وديا اعملت اي فاكر انت عملت ايه؟ اه فاكر ايه اقول لي زالت اه لعبت معهم اخر جيمين او اخر جيمين اخر جيمين لعبت كله؟ اه كوان احطيت في كم نقطة فاكر ومتنسى داخل بالك؟ لا مش فاكر الصراح كم نقطة بالظلط لس لعبت حالو يعني ده فاكرا انا فيك لعبت محمد صالح حمد التبسط منها اه اه يعني انت مثلا 2002 عانت 2003 كنت سعيتها السنة اللي فاتت 2020 يعني انت كان عنتك سعيت 17 سنة دي كانت أول مشاركة لها مع الدرجة الأولى. ولسه بتتمرق مع عامل غد دلوقتي؟ لسه لحد دلوقتي. طب أجل إياد. يعني إياد نفس الكلام. أنت لعبت مع داري قولها حاجة للمطشو السنة الفاتت؟ لا، السنة الفاتت طيبا كان فطل اللي هو جاء الموجود بكورونا دي. كان فيه لعيبة كتير قوي مصابقة. فساعدتها ولعيبت مطش واحد. لعيبت ايه؟ لعيبت مطش كان الشرقية الدخان في الشرقية الدخان. كان مطش قبل مطش الزمالك؟ لا، ده كانت تقيمة في الأضوار التنهيدية. أنا فاكر لما كانت لعيبة دوليين بره؟ أولا كانت كورونا؟ كان فيه ناس كتير قوي عندها كورونا. وفاكر لعيبت كام شوت وكده؟ لا، أنا ملعبتش. ده على فكرة إحنا كلنا لما كانت تقلينا بس يتعالى بكرة المطش. ما كناش بالناب. يعني حتى لو ملعبتش. فده كانت تبقى حاجة كويسة جدا. طيب، أنت مسك الأعلى مين؟ أنت في مركز أربعة؟ يعني مثلا، هناك ناس كتير قوي. أنا بصراحة نفسي أرقى زيها. مين؟ قل لي؟ لعيبة عالمية، يعني مثلا فيه إيشي كاوا. منتخب اليابان، لعيب جمد جدا جدا يعني. لكن أول مرة حد يختار حد منتخب. يعني دي لقطتنا البطولة على فكرة وفرحتكم. بص الفرحة كانت جمدة يعني. إنتوا عملتوا أصلا يعني شوية تشويك لنفسه كنتم. إحنا جيل دا عمران ما أخدنا البطولة دي غالي أول مرة فاجة. طيب، دي معلومة حلية. وليس كنت تشويك ولا حاجة لنفسه. يبتكي كنت. والله يا كابت الحملة في الشاشة جواك. حد والعادي. يعني عايزين نخلص والله العزيزين. لا بشي أقول لك، مش كسبت. هلأ، عم، أنت كنا تمام. طيب، قول لي أنت مين تاني غير الأول. أصلا يعني منتخب اليابان مش دائما حد بيبقى بيختار منه. مين في مصر؟ مين في مصر؟ كابتن محمد عبد المنام. أربعية جمدة على فكرة. طبعا، أربعية جمدة جدا. بصراحة، أحبه جدا لأنه كان استقباله عالي جدا. طبعا من أحسن الاستقبال في العالم. ولعيب منتك، أنا كنت شايف لعيب منتك كامل يعني. طبعا، وبيعجبني طبعا كابتن نحمل سعيد. أخذ لك، أنت واخد أفضل ضارب. يعني، هذا ضارب غالبا، أكلمك بصراحة بينهم. يبقى استقبال وحش. لا، لا، طبعا. أكيد لا، لأن العيب أربعية أصلا بأهم حاجة الاستقبال. يعني في العادي حتى لما بنجيب مثلا لعيبة ضاربها من المحترفين الأجانب يعني. ساعات بيبقى استقبال وحش. بس أنت كويس أن أنت بقول كده. يعني كويس بتقول إنه لازم استقبال كويس. طبعا لازم لأن دي حاجة لأن العيب أربعية ده هو بيشارك بصفة أساسية في الاستقبال. بيقى فيه ثلاث لعيب بيستقبله. اتنين دي حاجة أربعات ونبره. صح. لازم تكون استقبالك عالي. لازم تكون استقبال. ليس بس أن أنت ضارب كويس. لا كبان استقبال عالي. فالمركز أربعي بيبقى لعيب متكامل. ضرب واستقبال. طبعا. في المنتخبات. شاركت مع منتخبات. روحت مع شاركة بطولات برية. على سيبك من فاطئة الكورونا. ما قبل كورونا. هل شاركت مع منتخبات حسبت ألقاب مع الأفريقين. الحمد لله. لعيبت اتنين كاس عالم. وبطولة عربية وطولة أفريقية. انت حضرت كاس عالم اللي خدنا فيه رابع. انت اللي كنت فيه. انت اللي كنت فيه. كنا نفرق كلها من الأهل يعني تقريبا. كنا الستة في المال عبل الربع. وأساسي كلين من الأهل. الحمد لله. كان معاك مين انت والحسين والصافي؟ أنس شوئي. وأمر شريف. وأمر شريف. وأمر شريف. وأمر شريف. كل دول كنا مع بعض يعني كنا بنلعب بصفة أساسية في كل المدخل. خلطوا رابع عالم. آه وبعدها طلنا وبعدها على طول البطولة العربية. في الأردن. خدناها بطولة الحمد لله. بس وبعد كده بقى رجاننا النادي كان مننا الموسم. وكده مفروض كنا نستهل بعديها كان عندنا بطولة أفريقيا. بس اتأجلت لشهر اثنين اللي هو. كورونا بقى اللي كان قبل كورونا على طول. بالزبط. والعب نعم بطولة أفريقيا والحمد لله وردو خدناها. وكان لسه شهر تمانية شهر تسعة اللي فات دا كان لدينا بطولة العالم يعني في إيطاليا. والغريب. لعبناها لعبناها لعبناها. عملتوا ايه؟ والنتيكة وحشة بصراحة. آه نتيكة كويسة. كنت خدته رابع الجيل الخد رابع فكنت ممكن تحققها. والله أبو صحيح لك. يعني احنا ما استعدناش بشكل كويس للبطولة. أكلانك بصراحة. معك حق ايب صح. كورونا وكورونا. بالزبط. وكان عندكم طبعا. يعني فاطة كورونا ما كانش فيه اعداد كويس. وكان للتحاد برضو فيه مشكلة. ومنتخب ما تمش اعداد. معك منتخب ما تمش اعداد. ما استعدناش بشكل كويس. وبرضو كان فيه بعض المتشات ما كانش فيه توفيق. بس برضو انتو كان فيه متشات كتكولوز اول. بالزبط. يعني هو مثلا ماتش الاتشيك ده. كان اول ماتش. كان طيبا يعني هو ده المنفس بتاعنا اللي يكسب. يصعد دور ثمانية. خلص كان. خلص ثلاثة واحد. بس طبعا كان ماتش صعب جدا وكان مقفول. يعني الجيما الرابع برضو كان سكور قريب فرق نقطتين. الجيم الثالث خدناه اثنين و تلاتين و تلاتين. طب لو الماتش ده مش الأول كان فرق معكم؟ يعني لو كان التالي كنت خده في شوية. ده ده كنت أسوأ حاجة. يعني تخده في الجوة البطولة. لان مثلا لو كان جلنا مثلا ايطاليا في الأول. طبعا ايطاليا بطلة العالم وهي خدت بطولة يعني. بس يعني لو كان جلنا اي ماتش في الأول غير تشيك. كنت ممكن في الآخر تكسبها. وانا ممكن نلعب ونكسبها. طب خلينا أسأل زياد انت برضو لعبت مع المنتخبات حاجة؟ يعني هل روحنا؟ كان عندنا أول حاجة أفريقيا. السنة كاما؟ السنة اللي فاتت في الزمشار 2. دي اللي تلعبت في مصر؟ اللي كانت معهم. لا دي كانت في نيجيريا. اه في نيجيريا. دي ما اعتذرنا عنا عشان حالات الكورونا. اه دي طب تمام. انا بتكلم عن ربطات انت لك. بعد كده دخلنا بطولة العالم بالرانكينج. عشان كان هما ياخدين ساعتها رابع عالم. فنحن اللي كنا داخلين على الجيل بتاعهم. شفت بقى هما يعملوها وانت تروح على أسهم. هم ياخدوا رابع عالم. عملتوا ويلعبتوا مين هناك؟ لعبنا هناك دخلنا في مجموعة أرجنتين وألمانيا وكوبا. أرجنتين وألمانيا وكوبا. ده اي ده ضلمة؟ اه بالضبط. وكنا قابليها واخدين ده فترة الساعداد. ده عمليه معسكر بالضبط أسبوعين. بالضبط. اللي قدرنا نعمله إحنا ساعدنا دور 16. كسبنا كوبا. ثلاثة اثنين. بعد كده لعبنا أفريقيا على مراكز. لعبنا نيجيريا. كسبناها ثلاثة واحد. دي اللي هي خدت بطولة أفريقيا. كانت كم فرقة مشاركة في البطولة دي؟ كانت عشرين فرقة. وهنا خدتنا اللي اتناشر. حين. كسبنا منهم كوبا. كنت بتشارك بشكل أساسي. اه بشكل أساسي. كوبا ونيجيريا. خدت خبرة من البطولة دي؟ اه اه كتير جدا. ايه بقى استفدت يا زياد. هل مثلا احتكاك مستويات؟ احتكاك الدولي كده يعني. ومستويات أعلى بكتير. وفولي غير اللي انت عارفه عادي. في فولي هناك شيء تاني خالص. والأجواء كمان يعني التسخين هناك. والأجواء اللي نفسها مختلفة غير في مصر خالص. طب ده كان السنة اللي فاتت. لقبت حاجة وانت صغير. يعني أصغر من كده؟ لا لا. هو ده أول جيل المنتخبات. مفيش قبل كده. مفيش قبل كده منتخبات. 18 سنة 17 سنة. لا أول حاجة 19 سنة. 19 سنة. العلم لك الباسكت مثلا مش كده الباسكت بيدي في 16. بس انا شايف الفولي بول ده صح. عشان يكون اللعيب نضج بشكل كاف. طب انت عندك اي جاي مع المنتخبات؟ عندنا ان شاء الله بطولة افريقيا شهر تمانية اللي جاي. شهر تمانية اللي جاي. دي بقى مع الواحد وعشرين. مؤهلة الحاجة؟ مؤهلة الكسة العالم برده. هيبقى فين؟ لا لسه ما تحطش اي كالندر للسنة. طب البطولة هتبقى فين؟ لا لسه الكالندر منزلش خالص. لا لسه البطولة الافريقيا نفسه معروف مش معروفها تتلقى فين. لسه ما فيش دولة للشاهد او بتاعها. اه ونتعرف افريقيا اصلا ممكن قابلها يعني البطولة بكرة وتتأجل. احنا كان عندنا افريقيا اللي هي الفاتت اللي تلغت. كانت اول حاجة في تونس شهر 8. بعد كده الكورونا خليتها في شهر 11 في دولة افريقيا برضو؟ اه. جنوب افريقيا حاجة كده بلد كده. بعد كده مخلوها في شهر اثنين في نيجيريا. وانتو مرحتوش. مرحنوش ولا. انت ممتاز جدا. انا عندي يعجلوها في الاخر حل جنة. طب والله بحنا راحين. بس المهم سلامتكم اهو كان ساعت قرار صح. طبعا انا ما قدرتش انا عندي لعب بوزيتيب. طبعا. انا كانوا فرحانين جدا. نحن نساعدين كويس. وعادين بتاع شهرين مع سكرين. ونرواحش بيوتنا. فجيب على الليلة الصفر بالزبط كان الصفر الفجر. ونستنين بقى المساحات تطلع عشان نمشي. فهي دي بقى اللي كانت كلنا بقى. كنا عادين محباطين بقى في الفندو. وعايزين لو نروح بأي طريقة. بس خلاص. بس دايما ربنا مميش حاجة. بس انا شايف انهو. انتو عندوكو لسا. انتو متاخد الاثناشر على عشرين فريق. بالنسبة اللي احنا الاستعداد اللي احنا عملناه. يعني كويس. يعني نسبية. فريق ده نفس القوام الفريق انتو لعبتو. واخدتو اثناشر على العشرين. احنا نفس القوام الفريق. هو من يلعب بتاعة الفريق اللي جاي. او من يجب انهم قتلوا انهم قد تتلعون. انهم قد يجبون انهم تتحشون. او مني كايرة. وناس زغيرها تجبر. هم سوى نفس القوام الفريق اللي احنا. وكما يجب انهم حسنا لها اجنش. هل هي آخر سنة لديك في الشباب ولا عندك سنة لسه؟ لا دي آخر سنة لسه. انت سنة فريق أول إن شاء الله. طب قولي بتفكر زي الصافي كده في الاحتراف هل نفسك تطلع بره؟ هل تلعب لك سنة اثنين بره؟ أم لا عايز بتشارك مع الفريق الأول؟ يعني أنت بتفكر زي ولا سيب على الله؟ لا أكيد طبعا أنا أكيد حلمي طبعا أنا أبقى موجود في الفريق الأول في نيد الأهلي طبعا ده أشرف لأي حد أكيد يعني. بس يعني بس أنا طموحي مش أقف عند كده يعني أنا طموحي طبعا مش أقف عند كده أنا أنا عايز أطلع بره واحترف وولع بره أكيد بس أنا بحب يعني عايز أخد خطوة خطوة يعني. طبعا منتر ان شاء الله يعني هندسة وهندسة القاهرة ما تفكرش تطلع جامعة بره في أمريكا بقول يقول هناك كويس جدا هل فكرت دول؟ والله يا هو التفكير ده حصل مع والدي والدتي قبل يعني قبل بقى ما أخدش جامعة بقى يعني قبل سهيل عم كمان أه كانوا عايزيني أن أنا أطلع بره وكده في الأول كنتم تحدثت الفكرة شوية بس بعد كده بقى يعني حازيت أن أنا لأ مش عايز يعني أعيش لو واحد يبقى بعيده وكده ولا حاجة طب أنت عندك سهيل وفيق بره وعندك نور ياسين والأختين 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 اللي هم معوض المنادي الشمس طلعوا يعني أصد أقول لك أنه يعني بالعكس أنت مش تحس بدا خالص هناك الدنيا حلوة جدا مش عارف بسوى أنا تفكيري تغير ساعتين كنت في الأول حالب كده وبعد كده أغير وبعد كده مش عارف حاسيت أن أنا لأ يعني تلك إخوات؟ آه عندي أخ صغر مني طب أنت بتفكر في نفس الطريقة ده زياد أم لا؟ أنا لسه أه بفكر بس لسه يعني مش عارف أخذ القرار دلوقتي بس هو لسه يعني قدامي شوية آه شوية ممكن ترسل جامعات تبتدي بتاعه ممكن تبتدي تشتغل موضوع فيه جامعات كلمتني من بعد بطولة العالم لأنا روح هاخد عندها منحة بس لسه يعني ما أخدتش القرار إلى حد دلوقتي لا فكر وروح لأن دي حاجة هتديك يعني خبرات بالإضافة أن أنت اعتماد على نفسه يعني خبرات فنية وخبرات شخصية أو حاجة شخصية تانية هتبع حاجة كويسة جدا طيب أنا طبعا يعني أنا سعيد جدا بكلام معاكم بس الوقت انتهى بس أنا طبعا ببارك لك زياد وبقول لك ألف من يوم مبروك ونورتيني وشرفتيني في قناة نادي ونستني منكم أداء كويسة مبتلونة إن شاء الله إن شاء الله إياد بشكرك شكرا جزيلا أنا أقول لك يا كابتن عليباش مهندس براحتك يعني بشكرك نورتيني وشرفتيني وزيما قلت طبعا لزياد يعني منتظرين منك بطولة الجمهورية إن شاء الله إن شاء الله عزيزي المشاهدين ده كان لقاءنا مع اللعبة ونجوم كبار يعني أحسن ضارب وأحسن لعي في البطولة بالإضافة الكأس البطولة بتبقى فرحة كويسة في الوقت اللي بتبقى بطولة قوية ومهمة وبتبقى عداد جاية لبطولة الجمهورية هنطع لفاصل سريع عشان نستقبل مدير فني فريق الشباب بالنادي الأهلا للنجم الكبير اللي كان لعب كمان نجم وأيضا نجم في تدريبك كابتن حسام شعراوي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد في البداية براحة بكابتن حسام شعراوي مدير فني فريق الشباب للكرة طائرة بالنادي الأهلا يعني يمكن كان تباين في الفيديو الأخير أنا بعد المطش مش قادر أقف وروحت أقعدت وجريت وصعبة كانت جدا صعبة جدا فقل لي لي يعني إيه اللي خلقت بقى تحت الضغط ده هو يمكن صعوبة البطولة ديت إن الجيل فعلا زي ما زياد قال إن هما ما كذبوش البطولة دي قبل كده والحمد لله إن أنا متعود أجي مع حضرتك إن أنا وأنا كذبان البطولات قبل كلها الحمد لله إن أخذرتك إلا بطولة مع النادي إن شاء الله فده كان حمل وضغط علي إن داس كتيرة كتبتقول الجيل ده في الأهل ما بيكسبش الجيل دوت ما بيحققش بطولات بس الحمد لله يعني حققنا وأثبتنا إن إحنا أبطال إن إحنا الكرة طائرة في الأهلي لا بتعرف الكرة طائرة ولادة بتعرف تحقق بطولاتها اللي هي عايزة الحمد لله ما شاء الله يعني إنت كنت بتحول جيل يعني كان الأجيال التانية في الأنديا الأخرى أقوى منه أو طبع أنت الحمد لله نجحت مع المجموعة كلها ومجود اللاعبين أنت تحول الدفة ونبقى فرق بطولة أه الحمد لله يعني الجيل فعلا في الأنديا التانية فيها لعبة كويسة جدا مميزة اللعبة بتاعتي قدرت تعافر وتتمرن وكنا بتتمرن صبح وبعد الظهر وجم وتبرين ثلاث ساعات واربع ساعات وكانوا صراحة حطين هدف قدامهم إن إحنا لازم نستنين نكسب البطولة داتة طب قولي نادي الشمس في الفاينل هو كان يعني فاينل صحيح ولا كنت شايف أن في فرقة تانية يعني ساعات يقول لك في فاينل مبكر تمام وساعات يقول لك لا الفاينل ده كان يجي في تات والرابع مثلا شايف مطشينا مع الشمس فعلا يستحقه إن كان يبقى فاينل؟ هو أنا بصراحة شايف إن دور النهائي كله الخمس مطشات كلهم يستحقوا إنهم بيقوم فاينل كان فيه مطش ودي دجلة كان قوي جدا مطش الجيش يمكن إحنا كسبناهم تراتة صفر في الملعب عندنا فرقة كاملة متكاملة فعلا فيها لعيبة بتتمرن كلها مع الدرجة الأولى أربع لعيبة أو خمس لعيبة المفاجئة بالنسبة للنادي هيلليدو ونادي مصر البترول يمكن المطش اللي قابلينا كانوا عاملين مطش قوي جدا يستحق إنه هو يبقى مطش في الدرجة الأولى مهجاتك بيقول لي مصر البترول تلال معها ثلاثة اثنين بالضبط أهو مصر بينادي هيلليدو في الدرجة الأولى أني طلعين معهم ثلاثة اثنين الفرق فعلا فيها لعيبة كويسة جدا مميزة جدا فرق بتعرف تكسب بتعرف تشتغل بس إحنا الحمد لله يعني عرفنا إن نشتغل عليهم ونحا ونشوف نقطة الضعف بتاعتهم وعرفنا إن نلعب معهم يعني أنت مطشاتك كلها ثلاثة اثنين ثلاثة واحد يعني عرفت أنت لي أسنة أنا أقول لك بأمان أنا وأنا بقول الخبر هنا في القناة وبنزيع الفيديو اللي شوفناه لقيت اللعبة بتجري وأنت بتتنطق قلت يا جماعة وفي إيه يعني أميني وبالنفس يعني لا أنا عرفت دلوقتي فيه لا هو يعني لو كنا نفتكر السنة اللي فاتت إحنا كاسبانين البطولة كلها اتخد منين نشوت واحد أو شوتين على مدار عشر ماتشات البطولة السنة دي يمكن إحنا كسبنا ماتش أو ماتشين بس هم تلاتة صفر إنما كل الماتشات طلع فيها زي ما بيقولوا كده فيها متعة أو سوسبنس بالزبط ماتش تلاتة اثنين ماتش تلاتة واحد لازم الفرق تاخد منين نشوت بحكم طبعا إن الفرق التانية تريسة جدا يمكن بعد النقطة الأخيرة جريت ويعني أنا استغربت أنا الفيديو ده اللي زعناه في الحلقة فبص أنا قلت إذا هو فيه إحنا يعني الفرحة دي يعني فيه حاجة يعني بص بص فرحة يعني اللعب طبعا اللعبة مش مصدقة أنا حتى يعني النقطة قلست وأنا واقف برضو مش مصدقة نفسي وبدور على الكورسي إن أنا أعود آه خلاص بقا اللي هو يعني أنا بستريح بقا الحمد لله حتى من في الجمهورية طيب يعني الجمهورية إن شاء الله في فرق أكتر مستعد لها كويس إزاي هل بتتمرم من دلوقتي ليها ولا مدي اللعبة راحة يعني هتستعد إزاي الجمهورية يعني هي بطولة الجمهورية طبعا بتبقى أقوى جدا من بطولة المنطقة بحكم أنديية الجيزة أو أنديية اسكندرية فرقة الزمالك كويسة جدا فرقة نادي الصيد برضو صيد الضوء كويس جدا مسموحة قوية جدا طبعا بالإضافة للشمس يعني سبورتنج ممكن تكون يبعد شوية يعني أربع فرق أو خمس فرق هيبقوا كويسين جدا بالإضافة طبعا لنادي هليليدو ونادي مصر البترول هتلاقي البطولة في مجمالها تمن فرق أو تسع فرق فيهم كلهم لعب فيعني ربنا يستر ويقدرنا عليهم بقى إن شاء الله طبعا إمتى البطولة؟ يعني هو المفروض أن الدوري بيبدأ مثلا بعد شهرين من بطولة القاهرة بحكم أن الدوريات التانية تخلص فممكن برضو على أول السنة الجديدة أو آخر أسبوع من شهر 12 نكون بدئين إن شاء الله بس فتالي ممكن تتأخر شوية عشان الاتحاد جاي جديد وفيه متشاط مع الفريق الأول هتدي في شتة ديسمبر هو يمكن يكون الاتحاد دوت عايز يسرع شوية في المسائل علشان يعمل إنجاز شوية ونحس إن إحنا فيه تغيير عن السن اللي فاتت إن فيه فيه أجندة معمولة من بدري بالمتشاط بمواعدها عن السن اللي قبل كده كنا بناخد كل إسبوع بإسبوع أو كل دور بدور ما احنا أشعر فين المواعد بتاعتنا إمتى بس أنا بيتهايل إن الموضوع ده كله هيختلف مع الاتحاد الجديد طب أقول لي يا كابتن طبعا إحنا عشان يعني جروف الستوديو مقدرناش طبعا نستضيف كل اللاعبين بس أكيد فيه مجموعة مميزة غير زياد وإياد يعني يعني بقول لنا برضو مين اللي كان لي دور كبير ومين اللي وقف جنب الفريق حتى اللي ملعبش وكان معاه بروحنا يعني نحب طبعا نذكرهم طبعا أنا كل اللعيبة اللي معي أنا معي 18 لعيب في القايمة بتاعتي وبصعد اثنين لعيبة من فرة السبعة عشر أو بالضبط يعني عندي محمد ياسر طالع من السبعة عشر خاد أحسن معيد في البطولة فعلا يعني هو طالع متصعد معك خاد أحسن معيد وفيه طبعا عندي حمزة الصافي من الصعد من السبعة عشر برضو لعيب قويز جدا أخو يوسف الصغير طبعا ومعي في الفرقة برضو حسين الأزاز لعب مهم جدا ومميز استقبله يعلمي فعلا عندي الليبروهات بتاعتي إبراهيم راسلان ومحمد طارق اللي اتنين بيتمرنوا مع الدرجة الأولى والتنين هايلين جدا اللي اتنين لعيبة منتخب يمكن إبراهيم راسلان كان ترتيبه حلوة جدا في بطولة العالم اللي فاتت في كل مطش كان بيطلع فيها الترتيب بتاعه كويس في عندي برضو لعيبة كويسة زي مازن مصلحي زي أحمد الهادي مازن ابن كابتن محمد صلحي مازن ابن كابتن محمد صلحي وطبعا النيني وعندي عبدالله كل لعيبة بتاعتي كلها الحمد لله كويسة ورجالة وعادة المسؤولية وإحنا بن بريكلون بس خليني أقولك على حاجة معرفش رؤيتي صحة ولا غلط لما يبقى المنافسة في فريق في سن الشباب قوية يبقى أكيد منتخبنا في السن ده هيبقى جامد أه طبعا يعني عشان انت بيبقى عندك مجموعة كبيرة من اللعيبة ان انت تعرف تختار منها الأصل يمكن دي حاجة برضو بتزعلنا احنا كنادي أهلي ان احنا عندنا في الجيل بتاعنا ده فيه أربع لعيبة بس هما نلاقي المجموعة دي منتخب مصر يرجع لتسايد أفريقيا تاني اه طبعا يعني اكيد ان شاء الله بس يعني في نقطة ان النادي الاهلي طول ما هو فيه عدد كبير من اللعيبة هما اللي في المنتخب بنتطمن ان المنتخب مصر ماشي كويس والله بص يعني يمكن معرفش طبعا الكلام ده مية في المية اكيد طبعا ولكن انا بتكلم انه يا رب يعني نتمنى ان حتى اللعيبة في الفرقة التانية تكون يعني لان احنا في اقول اخر يهمنا اسمه منتخب مصر طيب خلينا نروح لموضوع مهم هو بحصول بعض اللاعبين عند حددك على كقوس شخصية مش بس ان انت تكسب ده حاجة كويسة ولكن ان اللاعب عندك سيلكتد بلايرز ياخدوا كقوس قادر احسن ضارب احسن لاعب احسن اداد احسن اداد رب عليك لعب ومصاعد اصلا اه طبعا فده بيدل ان على المستوى الجماعي احنا كسبنا وعا المستوى الفردي برضو كسبنا اه الحمدلله يعني احنا اكتر فرقة خدت خدت كقوس برضو عندنا تلاتة كل الفرقة التانية ممكن كاس واحد ويمكن نادي الشمس خدت كاسين ده اللاعب بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك كانت بتتعب فعلا بتيجي صبح وبتيجي بعد الظهر التبرين كان بيبقى ثلاث ساعات او اربع ساعات اللاعب كانت عايزة فطبعا كل ده اثر في الاخر على ان احنا خدنا البطولة وان اللاعب زهرت بمظهر كويس جدا اللاعب الرجالة عايزة تحقق البطولة لنفسها والجيل دوت ان هما ما حصلوش على البطولة دي قبل كده فده الناتج بتاعه ان هما فعلا اثبتوا ان هما اقدر من هما يقوم بطولة مساعدوا على المستوى الجماعي والفردي طبعا وخلينا اقول لك قابت ان كل مروح النادي والله بقول لي حقيقة عليك يا اما طلع بالصلاة وراح الجيم بالفرقة يا اما اخد العيبة راح اتراك انا انا كنت انا هتحيق لي ان انتو عايشين في النادي فده فصر لي كلامك فصر لي ليه كنت بشوبك كتير فعلا يعني انا كنت كل مروح النادي فعلا اي حد يجي انت قاعد في النادي ما بتروحش ليه لا احنا عادين يا جماعة احنا ما بنمشيش احنا عادين في النادي 24 ساعة هل لقيت استجابة من اللاعبين يا ساعة بيبقى العيقي يعني مثلا احنا شفنا ايات في هندسة وطبعا ممكن يكون في الشيخ زايد او ما بين هنا الجيزة فطبعا الموضوع بالنسباله طب بيجي الصبح وبعد الظهر ازاي كلم بيتلاقي استجابة منهم هو بالموضوع بيبقى صعب جدا لان احنا مش عندنا زياد بس في هندسة احنا عندنا لعبة كتير في هندسة وعندنا لعبة في صيدلة وفي الكليات كلها كليات كمة نحاول نوفق شوية بين موعد التمرين وموعد الدراسة او نيجي مثلا يتأخر شوية عن التمرين بس لازم يحضر التمرين وطبعا لازم يكون متابع شوية نفسه في الدراسة على قد ما بنقدر نحاول نوفق الموضوع ده بنا وبين بعض والحمد لله لا اللعبة كانت بيجي فعلا الحضور كان ممتاز جدا تمرينة الساعة 10 الصبح دي كانوا موجودين فيها تمرينة الساعة التسعة بالليل موجودين فيها الحمد لله لا كانوا يعني يستاهلوا كل هم ووصلوا الحمد لله خلي بالك الموجود نظري لما بتمرى اللعيب بيكون يعني دراسته صعبة او لعيب في كلية من كليات القمة الحقيقة انا محبش دا ما نقول كليات القمة لان كل كليات كويسة كل كليات قمة في نظرية يعني مش دايما بس الكليات اللي بتبقى صعبة العملية اكتر بيبقى تدريبهم صعب لانه اولا هو عنده التزامات مع جماعته وكلياته ثانيا هو دماغه وشغال 24 ساعة يعني انا فاكر كان عندي تمرينة في اهل مدينة ناصر كان عندي اللعب مازل من صلحي عنده متحان والتمرين شغال اونلاين كان مثلا روح الشراب ويعود يحل شوية ويقوم دخل التمرين يقول لي يا كابتن بس روح حل السؤال دوت ويخش يكمل التمرين يعني 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 يعودوا يصعدوا بعض بقى برضو يعني يعني هو بين نارين يعني دلوقتي عندي جمعيتي وبيبقى كمان موضوعا متعب ان انت اللعيب عايز يفهم اه بالضبط يعني انت بتشرح له حاجة مش هينفزها هو عايز يفهم الاول هو هو عايز يعرف انت بتقول حاجة مختلفة شوية يعني بحكم مثلا ان ان الفولي وضع تغير شوية بقى له فترة فانت بتحاول توصل للعيبة دية ان لا يا جماعة الفولي دلوقتي بقى في حاجة اسمها اوتوف سيستم في حاجة اسمها اه الكرة اللي جاية من ناحية التانية لازم اتصرف فيها ازاي اه الحاجات دي كلها بتبقى مختلفة شوية عن عن اللعيبة فبيبدأ يشغل مخه انا مفهود اعمل ايه مفهود حقه دي ازاي طب دي هدفة ايه ان انا اخلصها صحيح اه النقطة دي ووضعها ايه في الجيم او النقطة دي ووضعها ايه في المطش لا كل النقطة لها وضع النقطة بعد النقطة 24 في حاجة وفي نصف الجيم في حاجة خلينا انا عايز اتكلم معاك عن مستقبل الفوليبول الكويس انت فتحت الفنيات الجديدة والمستقبل والحديث بس خليتها الفاصل ازاي المشاهدين اطلع فاصل سريع ونجح لحضراتكم نكمل كلامنا مع كابتن حسام شعراوي مدير فني منتخب الشباب لكل الطائرة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكمل حوارنا مع كابتن حسام شعراوي كابتن الفوليبول اللعبة بتتطور عنيف ومن كل بطورة عالم لكبطورة عالم بنلاقي يعني بالذات الداتا بوليب يحصل فيها تفارات واحصائيات وارقام وتفصيلات كتير صعب يعني اللاعب او المدير فني او اللاعب مطالب منه او المدير بمثلا مطالب منه ازاي يقدر يواكب ده في الوقت اللي احنا ممكن نطلع كمنتخبات نصطدم بالجديد واحنا مش عارفين مطالب من اللاعب ومدير فني يعمل ايه هو طبعا يمكن تكون الداتا بوليب في الكرة الطائرة متقدمة جدا عن كل الألعاب الثانية غير الباسكت غير الهندبور غير حتى الكرة صحيح طبعا احنا بنحلل أداء اللاعب زي بالشعرة اللاعب واتجاهه الناحياتي بيدرب الكرة الناحياتية بيدرب الكرة كده او بيحط إرسال بلوق في المكان الفولاني على حسب الاتجاهه على حسب الرافعة الكرة نعم الحاجات دي كلها الداتا بوليب تطلعها نعم بيبقى صعب على المدير بقى ان هو لازم يحفظ كل اللاعب اللي قدامه انت اللاعب اللي قدامك ده هيعمل ايه بالزبط فانت بتدخله المطش حافظ كل حاجة هيعملها أنا شايف قدامي كابتن هيسم عوشه الناحية دي فهيالعب الكرة ناحية دي فانا داخل المطش حافظ بالزبط انا داخل حافظ اللاعب هيعمل ايه طبعا بيبقى فيه ستبة طبعا من الفرة اللي قدامه بس في عشرة في المية خمشو cere Fsey F Mỹ ماذا بنتسبة تسعين في المية ميت يا انت مقرر اللاعب بتاعك كل شيء بالزبط كده يعني انا مثلا يجي بقول لي الف Revelation أنا اللاعب بتاعدي دوت اللاعب اللي هناك ern quand mêmeに بيدرب مثلا تمانين في المية في الزاوية او 20 في المية نحاول أيضاً أننا أيضاً ما سنظر منها نسبة 5% أو 10% على قد مقدر فنجد أننا نجحت بـ 70% أو 80% أيضاً هذه الأشياء كلها تبقى صعبة أن المدارب يجب أن يحافظ تحليل الفرق قدامه وعنده الطلاع على الفرق بتعمل إيه هذه الأشياء المهمة جداً أن الفولي أصلاً بقاله شوية في التطور جامد جداً خصوصاً مع الحديث الذي بقيتنا في الفولي قبل كده كنا نتغيير الإرسال مثلاً ما كانش بنقطة لأ مثلاً من 15 سنة أو وقت أزياد شوية الغلطة بنقطة على طول فالحاجات دي كلها بتعتمد أن أنت لازم يبقى عندك اطلاع مع الفولي الفرق العالمية بتعمل إيه لساً نسمع أن في تغييرات جوارية تحصل هو لساً نحن نشوف هو الفولي يعني حلاوة الفولي أن الكرة تفضل في الهوى كتير فعلاً فولي الرجال عملاً عن الفولي السيدات أن الكرة بيخلص استقبال رفع الكرة خلصت على طول إنما الفولي السيدات بدأ دايماً بقى فيه رالي فهم بيحاولوا يخلوا الرالي في الرجال أزياد شوية يعني مثلاً عملوا قبل كده أن ممكن تضيع سيرف وتعيد سيرف مرة تاني أو مرة تاني وماء في سنة من السيلين بس كل حاجات دي فشلت كل حاجات دي فشلت ويمكن اللي نجح شوية أن الهجوم الأولاني كان من بره التلت كان فيه سن رالي بس طبعاً لما الفرق اتعودت على الكلام دا وطلق بقى عادي أنه ممكن نرفع كرة على الشبكة ومع الجنبي ومع القوة البدنية اللي لا يعيب بتاعتي بيطلع يضربها من على الشبكة عادي فهم بيحاولوا يشوفوا مثلاً طرق تانية يعلوا الشبكة شوية يخلوا عدد اللعيبة جوه الملعب أكتر سنة على قد مثلاً نقلل الفراغات عشان نكتر الجميل اللي هم معقول بطولة عالم بيجربوا هو يعني مش بتبقى بطولة عالم مثلاً بالشكل يعني هم بيجربوا في بطولات النشئين مش بطولات النشئين هي توضح شوية لأنه مش عايز برضو مهم ان كان هو يبقى بطولة عالم للرجال عشان الدعاية والإعلان والفلوس اللي دخل في الفولي يمكن برضو شوية الحاجات المهمة جداً في الفولي بيتبقى نسبته مثلاً سبعين في المية أو ثمانين في المية في الفرقة اللي بتيجي للفرقة فالكلام دوت لازم المدرب يبقى محفظ فرقته ومعلمها ازاي تخلص النقط دي بس الاوتو في سيستم عشان اشرحه للسادة المشاهدين هي الكرة اللي جاتلك وانت استقبلتها بشكل مش منظم صح؟ تمام فالكرة مثلا استقبلتها غلط فراحت هنا راحت هنا فبيبتدي ده الاوتو في سيستم ازاي تقدر توظفها تاني انت تاخد بها نقطة؟ هي هي اشكالها كتيرة ممكن تكون جاية من استقبال مثلاً الاستقبال بتاعي مطلعش كويس بحكم ان الارسالت بقت قوية جداً ممكن تكون جاية لي من الديفنس ان انا مطلع كورة فطبعاً برضو الكورة مع قوة الكورة مش تبقى مزبوطة او من ورا البلوك بتاعك مثلاً او من ورا البلوك بتاعي فاللعبة اي لعيب عندي بدلوقتي بيبدأ يشتغل ان هو كعينه معدة وليزم يوصل الكورة صح وعلى الدريبة اللي ترفعيت للكورة ان هو لازم يخلصها تمام انت تمرن اللعبي زي الاوتو في سيستم ازا كان هو اسمه اوتو في سيستم اصلاً هتمرنه زي عليه؟ انت بتحطه في مواقف مثلاً مواقف مختلفة للكورة يعني مثلاً ممكن انت تطلب من اللعبة نفسها تحط الكورة ديت انا هلعب لك الكورة حطها مثلاً على خط التلت ممكن هلعب الكورة في نص الملعب ممكن الكورة تضربها جامد في اللعب ان هو يطلها صعب عليه او تلعب له الكورة بعيد جداً عبل ان هو يروح يجيبها يطلها في نص الملعب او في اي حتة في الملعب وزميل ويبدأ يشتغل عليها سأرجع اقول لك حاجة يعني انت برضو يعني كابتن كبير وهو عارف عمره ما هيبقى بنفس اداء المباراة يعني انت مثلاً لو خدت اللعيب كورة اعطي ترمهل وكده ترمهل وكده حلو هيتمرد بس الكورة اللي بيجيلك عشوائية في المباراة دي بقى عشر كور من انت بتعملهم دول احنا برضو احنا بنتفق برضو مع اللعب ان انت مثلاً انا الكورة هتطلع في اي مكان في الملعب برفع اللعب فلاني انا بحفظ الفرقة كلها عرفعها المين مش مجرد ان الكورة هتطلعها يعني انت خلاص هتجئ ووصلت لها بس ان في الاخر لازم تروح لازم تروح في المركز اربعة مثلاً لقياد لازم تروح في مركز اتنين لزياد اللي هم الناس اللي جامدين في الفرقة اللي عارفوا يخلصوا الكورة بالزبط يعني انت بتوصل اللعب لمرحلة ان مهما كانت الكورة صعبة عليك انت قوات عندك هدف بالزبط عندك هدف ان انت توصلها هنا لازم في جمال في جمال الاوقات انا وظيفت ان انا احسن الكورة اللي جايلي مهما كان الكورة اللي جاي صعبة او مش صعبة او سهلة لازم الكورة تطلع من ايدي احسن من مجدتي طيب بفوجة نظرك احسن لعب بلاش في الاتكة طبعا انه طبعا مستحيل هتقول في الاتكة او احنا اكيد كلهم زي بعض بالنسبة لك نقول في الفريق الاول او في مصر يجيد انه يلعب اوتو في سيستم مش اتدريبة انا هكلم على الديفندرات والمعدين عبدالسلام طبعا طبعا عبدالله ممكن يرفع كورة بجلي وتطلع مزبوطه ما شاء الله يعني هو بيوصل للكورة كويس جدا اه طبعا اوي اختبارات الكورة في النادي الاهلي وهو صغير وبعد كده اتجاه للفولي الحمد لله انه ما تكملش كورة الحمد لله احنا نخسره في الطائرة او لا كان بيلعب كورة حلوة جدا يعني انا فاكر مرة كنا بنلعب كورة واحنا صغيرين في النادي ما كانش بدي الكورة لحد هو بياخد الكورة من الجول للجول ما بيلعبش مع صاحبه هو بيلعب لوحده من الجول للجول مش عرب معاكم انا عيب كامد طب انتو كنتوا بتابله ايه خلنا بنحاول ناخد منه كورة محدش كان بيعرف انتو الزميل واحد طب يعني انت شاف انه احسن لعيب في البولي بولا يعني في الوقت الحالي هو عبدالله عبدالسلام يقدر اه هو اللي يعرف يوصل الكورة احسن ضريب في مصر احسن ضريب في مصر يقدر يدرب الكورة وهي جايله مش معدولة يعني مش على عدل الدريب دايما بيحب ينط وكورة جايله ويقابلها جايله ورا ضهره بقى جايله بعيدة مين احسن ضريب؟ هو يمكن يقول ان الميز احمد صلاح في العالم كله انه هو بيعرف يعمل حاجة دي ان من اي مكان واي وضع الكورة بتطرف على احمد صلاح بيعرف يخلصها بيقدر يعد الجسم بيقدر يعد الجسم ويعدد لست اي دي لان درعه ومشاء الله ورست اي دي سرعة جدا على الكورة فهو عنده ميزة من عند ربنا كده يعني موهبة الكورة دي بتاعت احمد طبعا ما فيش شك اختياراتك احنا نفسينا انت لو ما كنتش قلت كده احنا كنا نقول لك اوما دول اوما كده الناس عندها ثقة كبيرة جدا في عبدالله واحمد بس خلينا نقول في اللي طالعين مش لازم جيلك اللي طالعين اللي هم اكبر منهم بسنة او اثنين والاصغر منهم بسنة او اثنين شايف حد يعني فيه المقومات دي؟ او ممكن يكون مثلا في الدربين في عبدالرحمن الحسيني كان موجود معي السنة اللي فاتت وطلع الدرجة الاولى في الاهل موجود في درجة الموهبة بتاعتنا اه طبعا ما شاء الله عليه هو موهوب بالفطرة عبدالرحمن ولو يجينا اقولنا في الاعداد ممكن برضو يكون يوسف مرجان اه 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 ممكن يوسف مرجان احسن واحد ويجي بعدي انا الصلاح انا ازدخد احسن العيب في افريقيا خد اه احسن معيد احسن ما دفق افريقيا الانتعامت هنا اه بالضبط اه انا فكر الاسم مميز كان اه طب اه طب يعني انا الشوقي اه طب دول من مستوى الشباب طلعين انت شايف فيهم نفس مميزات عبدالله مع اه احمد صلاح هو ممكن يكون هما اقل شوية من عبدالله في موضوع ان عبدالله اطول طبعا طبعا اه بالضبط هو مش على الشبكة عبدالله مش نوت الضعف ارسال عبدالله طبعا بيميزه جدا في العالم ان ها كان كذا مرة اخد احسن ارسال في العالم يعني يمكن تكون دي هم الميزة اللي يتفرق عبدالله عنه شوية بحكم طبعا ان عبدالله طبعا خبرة وعبدالله يعني هو عبدالله لكن عبدالله لم يبدأ معد. عبدالله بدأ دريب. صح؟ هو عبدالله كان معد. وبعد ذلك جاءنا في سنة مثلاً في 3-15 سنة. يتحول بقى عبدالله دريب وأحمد بصير. الله. طب بس على فكرة أريد أن أقول لك الحاجة. دي ممكن تكون سبب تمييزهم. إن هو لعب دريب فعرف الدريب عايز الكرة شكلها إيه. بالضبط يعني أي حد يرفع كرة لعبدالله عبدالله بيطلع عيدرب. يعني عبدالله دريب جامل كمان. إن شاء الله. وأحمد صلاح يعني يعني بيرفع كويس طبعاً ويحكم إنه أحمد صلاح. يعني لعب متكامل. فهي النقطة اللي حصلت وإحنا صغيرين في الناشئين في 5-15 سنة دي فرقت معهم جداً طبعاً. يعني إحنا ما كملناش كتير بيعني كان شهر أو شهرين وخلاص وبعد كده كل واحد رجع تاني. رجع تاني ما طبعاً نتعرف زي الحاجة بتروح لمكانها زي التاني. طب خليني يعني نتكلم مع المنتخب. المنتخب طبعاً يعني في أفريقيا ما كانش الأداء اللي إحنا عايزينه. وهم طبعاً معزورين كان الإعداد صعب وفترة صعبة يعني. ما شايف إن الطورة العالم اللي جاية ممكن يبقى فيه حاجة كويسة. ولا نفكر إن إحنا نبني جيل جديد. يعني وجهت نظر كمدير فني للشباب إيه؟ هو طبعاً السنة اللي فاتت والبطولات اللي فاتت مثلاً في آخر سنة أو سنتين. كان فيها مشاكل كتيرة بحكم طبعاً إن فترة انتقالية بين مجلس ومجلس. ومجلس جاي بالتعيين. الحاجات دي كلها طبعاً أثرت على المنتخب بالسلب. ما فيش فترات إعداد كويسة. ما فيش معسكرات خارجية كويسة إن إنت بتروح تلعب فرق برة. تعمل معها احتكاك كوي. تجاهز نفسك. الحاجات دي كلها أثرت بالسلب على المنتخب. يمكن مع المجلس الجديد طبعاً إحنا عادين مع المجلس أربعة سنين جايين. فهو عنده الفكر وعنده المساحة من الوقت إن هو يفكر صحه ويفكر إن هو يبدأ يبص للبطولات. مثلاً بطولها في شهر تمانية بطولها في شهر تسعة يبدأ يبص عليها من دلوقتي إن هو يبدأ يعملها فترة إعداد كويسة. استقرار. بالضبط. الاستقرار ده هيولد طبعاً حاجات كتيرة وأفكار كتيرة إن هم يقدروا يخدموا فيها الفولي. بس تعرف أنا رأيي المتواضع يعني إنه ممكن يفكروا يتعاموا الفريق الكبير بالعناصر المميزة والأعواميد ويتعام بتاتربع العيبة من الشباب. لازم يكون فيه ربط مع الأجيال يعني عشان نبقى دائماً محافظين على هذا رأيه. ما عرفش يعني ممكن يبقى مش 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 مطبك في كل تلك. هو يمكن يكون أصلاً هو ده حاصل جاء فعلاً أصلاً في المنتخب الأول بحكم إن لو بصنا على أعمار اللعيبة هنلاقيها الأعمار متفوتة. يعني أحمد وعبد الله دول برّة يعني برّة برّة الحساب هم كوبارس وغيرين هيلعبوا هيلعبوا ما شاء الله يعني الله أكبر عليهم. وبعد كده عندنا أحمد سعيد عندنا عادل موجود برضو في المنتخب في عندنا لعبة دلوقتي راح الزمالك كل دي أعمار متفوتة. ممكن ندخل بعد كده عبد الرحمن الحسيني دخل مثلاً مرجاني دخل أنس ندخل يوسف صافي طبعاً. يعني رأي حدك إن المنتخب في تواصل أجيال فعلاً موجود في المنتخب. كابتن حسامي يعني أنا سعيد جداً بلقائك. وأكيد المكسب ده مجاش في المفراغ فبشكرك وببرك لك ألف من يوم مبروكة كابتن. أنا بشكر حضرتك جداً كابتن هيسم وبشكرك جداً على البرنامج الجميل إن حضرتك استضفتنا وفرحت معنا بالبطولة الغالية جداً علينا. وتعبتنا البطولة دي الغالية لما جت والحمد لله ربنا كرمنا بيها وإن شاء الله نيجي مع حضرتك تاني في بطولة الجمهورية. وزي ما قلنا للولاد بنقول لك مستنين شراب طولة الجمهورية وحضرتك أدهو الولاد بإسلام. إن شاء الله. إذا مشاهدين نكن لقائنا مع أبطال المنطقة الشباب لقرى الطائرة. شفنا كل أمالهم وطموحاتهم إن المكسب ما بيجيش من فراغ بيجي من إعداد وإخلاص وتمرين ونوايا صفية. ودعم من النادي ودعم مجلس إدارة النادي أكيد في الآخر بيطوق بالفوز. أشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة من الأقضاء. اشتركوا في القناة